يا قوم إن ماله الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صاححا من ذكي أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يبقلون الجنة فأولئك يبقلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فأدعونني لأذكر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتكفرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير إن الله بصير 118. العذاب 119. النار يُعرضون عليها غذوا وعشيا 110. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 111. وإذ يتحاجون في النار فيقولوا 112. الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 113. فهل أنتم مغنون عننا؟ 114. فهل أننا نصيبا من النار 114. قال الذين استكبروا إنا كلهم في ذا 115. فإن الله قد حكم بين العبار 116. وقال الذين في النار لخدمة جان مدعوب 117. وقالوا ربكم يخفف عنا يوما من العبار 118. قالوا أولم تكت تأتيكم رسلكم بالبينات 118. قالوا فادعوا 119. قالوا فادعوا 119. قالوا لو قسطوا من العملك 119. قالوا وفادقوا من العبار 119. قالوا فادعوا 119. قالوا recept PO Stick deer 118. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداح 119. قال قبل آتينا موسى الهدى وأورفنا بني إسرائيل الكتاب هدى 111. وذكران أولي الأسباب 112. فاصبر إن وعد الله حقه واتوفر لذنبك 113. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكاء 114. 114.